سيداتي سادتي لابد لواقعنا الثقافي العام من توطين الثقافة العلمية والنزوع المعرفي الأطفال الذي يتوافق مع دعوة الحضارية التي رأيناها في نصوص العلماء العرب ويتوافق في الوقت ذاته مع طبيعة العصر الذي نعيش فيه ولا يمكن المجتمع أن يتجه بقوة إلى العلم والمعرفة من دون الاهتمام بالمستقبل ومن ثم الاهتمام بالشباب الذين هم القوة المحركة للزمن القادم إن الإمكانيات الهائلة المتوفرة في أجيال الشباب ينبغي تفعيلها بأقصى طاقاتها لضمان الدخول بالمجتمع العربي وبثقافته العامة إلى أبواب المستقبل بعيدا عن الآفات التي ذكرناها في بداية هذا الحديث ولعل في هذا ما يكون في الوقت ذاته دعوتنا للمستقبل حيث يتعين علينا فتح المجال للشباب من أجل القيام بدورهم في قيادة حركة المجتمعات العربية فتح الأبواب للتعددية والتواصل مع الطيارات العالمية والدخول في عصر الثورة العالمية المعرفية سيدتي سادتي إن ثقافتنا العربية متجددة بلا ريب وثابة بعقول أبنائها متخلصة من قيود بالية يريد البعض فردها عليها محققة لقول الشاب إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد للليل أن ينجلي ولابد للقيض أن ينكسر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته